اهلا بكم في قناتي انا رندا معاكم. جبت منتجات من اي هيرب وصلتني بعد عشرة ايام بالزبط. تعالوا كده نشوف جبت ايه. وسبت لكم كود الخصم. كود الخصم ده عليه عشرة في المية خصم. احيانا هما بيدوا عشرين في المية خصم. او اشجريته حاجة استعملوا الكود ده عشان تستفيدوا بالخصم. اول حاجة زيت بزور العنب. الزيت ده واخد في المرتبة الاولى من زيت بزور العنب في اي هيرب. صحي وكويس. نقدر نستعمله في جميع عنواع الاكل. او الالية. نقلي بيه يعني احنا متضمنين. تقريبا ما فيهوش طعم او لو ركزنا شوية في طعمه شبه طعم الجوز. بيستحمل الحرارات العالية جدا. ما فيهوش مكونات معدلة وراسيا. في اوميدا ناين خالي من الجلوتين خالي من السوديوم نباتي مية في المية. بيخش فيه منتجات العناية بالبشرة. زي الكريمات زي الصبون زي دهان الشعر. المنتج الثاني اللي هو شاي التخصيص. اي حاجة فيها توت باي انواعه او التوت البري بتساعد على التخصيص وحرق الدهون. هو كعامل مساعد فقط. بخفف زيادة الوزن المائي يعني المية الزيادة في الجسم بنزلها بشكل مؤقت. عضوي. معتمد كمنتج عضوي من قبل وزارة الزراعة الامريكية. ومعتمد من قبل هيئة المزارعين العضويين المعتمدين في كلافورنيا. اللي هي سي سي او اف. في فكهة الشمر المر العضوي. وزهرة البرسيم الحمراء. والبقى دونس. وزهرة الكركدي. وشوية اعشاب تانية اسمها مش معروف قوي. واهم مكون عصير الفاكهة. اللي هو التوت البري العضوي الجاه في التركيز. ونجي عندي المنتج التالت. واللي هو الام اس ام. الام اس ام ده عبارة عن مصدر عضوي للكابريت المتاح حيويا. الكابريت ده اساسه معدد مضاد للأجسادة. موجودة في الانسجة بتاعة البني آدم. وخصوصا بتكون موجودة في الغضريف. ام اس ام. اختصار لكلمة مايسيل سالفونيل ميثان. المنتج ده واخد رقم اتنين في اي هيرب في الام اس ام. تكون كمان من سترات الماغنيسيوم اللي هي مصدر نباتي. ما فيهوش امح. ما فيهوش جلوتين. ولا فول سوية. ولا منتجات الالبان. ولا البيض. ولا الاسماك. ولا المحار. يعني هو نباتي تماما مية في المية. مناسب لحساسية الامح وحساسية الالبان. نيجي عند الوايلد بيريز. وايلد بيريز ده برضو اي حاجة فيها. اه اللي هو التوت المشكل. دخل في الفراولة الحاجات دي. برضو بتساعد على تخصيص الوزن. او زيادة المية زيادة اللي في الجسم. ده طبيعي. خالي من الكافين. الحاجات الاساسية اللي فيه التوت والفراولة. توت بي جميع اشكاله. اه كمان فيه الورد والكركدي واوراق البرتقان وقطعة من التفاح وعير السوس. نيجي عند الشاي التاني وهو شاي البابونيج مع اللفندر. واخد رقم اتنين من منتيات شاي البابونيج. ما فيهوش كافين خالص. فيهو لمسة من طعم الليمون البلسمي. ده مخصوص للمزاج الحلو. بريح المزاج قوي. بريح آآ الجهاز الهضمي مفيد جدا لما تكون مجهد او عصبي. يعني وانت رايح الشغل اشرب كوباية واخد لك كيسين تاني وانت رايح على هناك. اشرب هم هناك. او لو انت بتذكر الاولادك اشربي لك كده فنجانين كده في وقت المزاكرة. مزاجك هيكون عالي العال. آآ مية في المية من المكونات عضوية معتمدة. تقريبا المنتج اللي جاي ده اكتر حاجة انا متحمسة لها. اللي هو سليب تايم فانيلا. وقت النوم بالفانيلا. اي حاجة فيها فانيلا. عطور. آآ اي حاجة اي حاجة فيها نكهة الفانيلا. اكل كريم دهان بموت فيها. في ناس اللفاندر بريحهم جدا. ريحته دهانه عطور المنزلية كده. لكن انا الفانيلا دي سحر اكتر من اللفاندر بكتير بالنسبة علي. ده بيحتوي برضو في نكهة البابونيج ان نعناع ليمون هندي. فانيلا فرنسية طبيعية. وفي اوراق البلاك بيري. وفي ازهار البرتقال. وفي حاجة اسمها الزعرور. انا مش عارفة ايه الزعرور ده بالزبط. هعمل عليه سيرش. ايه ده كريم برضو مدعم بالكولاجين. لو خدتوا بالكو الطلبية دي والطلبية اللي فاتت كل الكريمات والسيرم. آآ مدعمين بالكولاجين. قبل اي كريم نحطه على الوش. لازم نحط السيرم الاول. نستنى حوالي نص ساعه الوش يتشربه كله. وبعد كده نتهن بالكريم. لكن في الرجل اللي في الجسم في الايد ممكن نحط الكريم على طول مرة واحدة. ملمسه خفيف ما بسدش المسام. ما فيهوش برابين. سعره حلو اوي بالنسبة لحجمه. حجمه حوالي 200 حاجة وتمانين. سعره ممتاز. في ناس حتى حتى النجوم في واحدة مثلا. عشان ما يزيدوش سعره بعد كده. من قطر ما هو حلو. واخد رقم خمسة من منتجات الكولاجين والتجميل. قبل كده جبت حبوب فيتامينات اللي هو الام اس ام. ده بقى ام اس ام كريم. غير الحبوب. يعني هنشتغل من جوه وهنشتغل من برة. ممتاز للبشرة والضوافر. داخل في المكون الاساسي اللي هو الام اس ام. مع صيغة متوازنة بتحتوي فيها على الصبار. زيت جوجبة. زيود تانية. فيتامين الف وفيتامين دال. بيعمل بمسابة مضاد فعال ضد الميكروبات. ناس استخدمته قالت عليه انه ده كاثرة جلدية وصلهم به. بشرتهم فرقت جدا للاحسن. اللي ندوب والاحاجات الغمقى دي مكان الجروح. آآ مكان الحبوب اللي في الوش. بتضيعها تماما. بيدهنوا للركب عشان نواجع الركب. تقريبا لكل حاجة في الجسم ينفعه. وواخد ريت عالي قوي. المنتج اللي جاي ده كان نفسي برضو اشتريه من فترة. دي ايه رز البني. دي الروز البني ده ناعم جدا. آآ اللي عجبني فيه انه باودر يعني زي باودر. لانه جيت اشتري من قبل كده من السوبر ماركت العادي دي الروز البني. لقيته خشن. ومش حلو الخشن. دي الروز البني افيد من دي الروز الابيض. خالي من الجلوتين مية في المية طبيعي. ومطحون بالحجر. غريبا ومطحون بالحجر لانه ناعم زي الدقي العادي الابيض. واخد ريت رقم واحد وبيخلص بسرعة. بالنسبة لده رقم واحد في بروتين الصوية. ما فيهوش دهون. ما فيهوش جلوتين. غني بشكل لا يصدق بالبروتين الكامل. بديل ممتاز للحوم. الطبخ تحت الضغط. وبعد كده نشفوه جففوه بالشكل ده. مش دايما بلاقيه في اي هيرب. على طول بيخلص اول باول هو ودقيق الرز البني. وده كان اخر حاجة من منتجات اي هيرب اللي اشتريتها اخر مرة دي. ما تنسوش هسيب لكم كود الخصم اللي هو عشرة في المية. احيانا بقول انهم بيعملوا عشرين في المية. واهلا بكم وشكرا وشكرا لكم. شكرا لكم.